اهلا وسهلا بكم جميعا رجعنا معكم لحدة جديدة من الوقت حول الالدين رينج معاكم جيمي يلا نبدأ في الحلقة الماضية احنا خلصنا جزء كبير من الكويس تبع نفالي وصار لنا انفاجين هون في الحلقة ايه بدنا كمان في جزء الغربي من البحيرة بس قبل هيك احنا ما استخدمنا الجريترون فمنعمل له كويب سبيلز ممكن نستخدم سبيلز اول شي قدو نحط الهيل هاي هلا رحت فيه دم بوسفايت والبلود فليم هاي اخدناها من الشايني بول موجودة في البحيرة جنب الان بي سي اللي عملنا عندو الانفادينج كويست هلا زي ما نشايفين عليهم اكس وهدول بدهم اتناعش فيف عشان نقدر نستخدموه فحاليا لو نطلع على استادز داعتنا احنا عنا تسعة فيث وسبعة اركين عشان نستخدمهم بدنا نستخدم اول شي عملنا عملنا كويب للجريترون الجريترون هاد رح يزيد لك الستادز ساعتك كل الستادز باي خمسة فلو استخدمنا رون ارك الرون ارك للناس اللي لعبي دارك سولز هو زي الامبر اللي هو بزيد لك كل الستادز ساعتك فنفس الشي لو استخدمنا الرون ارك رح يزيد لستادز ساعتك زي ما انتو شايفين صارت عندي الفيث 14 والاركين 12 هذا الحكي يتضمن انه السبيلات هاي رح نقدر نستخدمها وطبعا عشان نستخدمها كل اياتنا زي مااشي معاي انت في الفيديو كلو ماركسيل احنا اخدناه من هون بدنا نطلع اول اشي على الجريس اللي هون نورتن ليورنيا ليك شور بدنا نمشي تقريبا هون في عنا ورفة تحت الارض فيها وصفايت بس بدنا نقتله طبعا هاي يعني زي ما حكينا بالهيك كل الاندد موبس بتتأثر بالهولي داميج في منهم بتأثر بالهولي داميج بس مش بكل الاسبيلز زي هذا اللي نقتله هسه هذا بمجرد ما تعمل جنبو هيل رح يموت او رح يتأثر فمنيجي هون نعمل رول في عنا هيدن هيدن أرض شعر شو تسميها بنيجي هون هاي الهيل بعملها اكوب رح يطلع ومجرد ما يطلع نكبس هيل زي ما تشايفين الموضوع مضحك طبعا هؤلاء من الازنخ الموت الموجودين في الجيم فتنتين هيل زي ما تشايفين بنعملوا بموت كتير بأثروا عليهم طبعا مش كل الاندد بتأثروا بالهيل ولكن كل الاندد بتأثروا او الانهولي بس هذا الوحيد اعتقد اللي بتأثر بالهيل من هون ناخد فروزن نيدل فروزن نيدل فروزن نيدل ريبير هي فعليا بغز غز مش عارف اذا اشرحكم اياها يعني لو مسكنا الاسلاح الاعتقد تقوم بغز غز هذا وبعمل فروزن طبعا عنده فروزن بلد ها هذا الويبون مليح لناس وبتلعب ماشي لو انت بني الجماعة بتحب تلعب يلعب ببريكير فهذا النوع من الاسلحة بيمكانك تستخدمه كتير كويس على فروزن بلد طبعا لا يعرف او اللي ما عنده هاي معلومة الفروزن لما يتعقب البار رح يعمل 20% فانت كل ما تضرب اي ضربة فيها فرست راح يتعبى بار انفزيبل بار انت مو شايفه بس يفلل هذا البار راح يصير في عندك هلث البوست راح ينزل او هلث الاشي اللي بتضربه حينزل وراح يكون لمدة دقيقة على ما اعتقد في عندك عشرين بالمية اه انكريز دميج علي انيوي من هون بدن نمشي على الطريق هون راح نلاقي رفان ناخد منه لوت ونكمل في عندنا كمان كامب شوف شوف بصير معنا بدن نمشي يعني الكربان تقريبا هون يعني بنمشي ساوت مع الطريق يعني الكربان مش معقول ما نشوفهش ان شاء الله بها الحلقة كل المنطقة هيك اساوت ان شاء الله راح نقدر نخلصها لان ماذا دول ان كانكم تتبوها هذا العلحصان يسمو كوكونايت هو هيك اسمه مش عم بدله بمكاننا تقتله تفرم القير اللي لابسه القير دعهم كم جميلة فموجودين باكثر من المكان هذه الكربان بس اضرب بالجيانت زي دائما تعال ورا نقطون بتحسن دوء طب نأخذ اللوت لو سمحتو نأخذ الكريان سورد لو بدك تقتلهم بإمكانك بس ما في داعي نضيع وقت نأتي على الكامب هاد أول ما بدنا نعمله نفوت أول ما بدنا نعمله نقتل البومكين هيد هاد عشان نقتله نجيبه هون لحاله بعيد عن الجميع طبعا فيه سامون بإمكانك تعمل سامون منهم نكمل طريقنا فوق نعم 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 تمام كوكونايت وقى تحت. طيب. هلا بننزله. لو يجينا هون. في عنا سندوقين. لا قتل لي وولف. نفتح الاول. ستون اربعة. تحت تاني. هناك ما في لوت. هون ما في لوت. بمكاننا نرجع نكمل طريقنا لتحت. وان راح. ايضا. هدول الناس لا يدمجهم عني. فانتبه منهم. وانتبه منهم. وانتبه منهم لونين احمر وازرق. وانتبه منهم. منكمل تفضائي معموم كامل كلير. في كامل واحد كمان. في هون سندوق. ناخد الكوكو غلينستون. الكوكو غلينستون هو اللي كانوا يرموهم الناس علينا هذا. ترمي شيء ازرق. بعدين برمي ثلاثة. طلع ثلاثة. ماجيك البوليت سميهم طلقات ماجيك. زي هاي. بالضبط. يعني هي كونسيومبل. استخدامه وتفلص. في كما نوع هذا مبطوخ علينا. مبطوخ علينا. عشان تعلم تقتل الدياب. اوكي. رونارك هيك خلصنا الكم. نكمل طريق هنا. ساوث. شايفين هناك في جيلي فش لونه محمر. هذا يتضمن انهم جاهزين يهجموا علينا. ما في داعي نقتلهم. ما حيضربوا عليك بويزون. ما بدنا يا من هون. زي ما انت شايفين. يا من هون ناخد الجيلي فش شيلد. الجيلي فش شيلد هذا او شيلد كتير كوي. سوى يعتبر غريت شيلد. الفكرة فيه. انه لما تستخدم الاسبيشال تاعته. رح يعمل لك بوف للدمج تاعتك. رح يعمل لك بوف تقريبا لعشرين بالمية دامج. يعني بس عشان. اوارجيكم. شايفين هو جريت شيلد. لما نكبس. لتو. هيك احنا صار علينا بوف هذا البوف. تقريبا بنسبة عشرين بالمية. الفكرة لازم نضلك حامل الشيلد. يعني لو بيت شيلد البوف بروح انك. فلازم نضلك حامل الشيلد. وهذا الحكي يتضمن انه الويبون تاعك بيضله ون هاند. فاذا انت من الناس اللي بتلعب الويبون تاعك ون هاند. هذا الشيلد رح يكون كتير كويس ليلة. لقد تحصل على الويبون. تمام. من هنا ريستا السريع. نحن نمشي هذا الطريق. هكذا لحد هنا. هاي المنطقة كلها فش فيها الوت هون رح يكون عندنا ثلاثة جيانتس من النوع اللي بيختفي دمجهم عالي وهلثهم عالي قتلتهم ما نزلوا لي الوت حاولت افرم الويبون اللي معاهم بس ما نزل فممكن تكون انت من الناس المحبوظة ينزل لك بس هو ليترون في واحد رح ينزلين الويبون فحاليا بس نساك منهم ضلك راكد هاي واحد هون في واحد الجهة الثانية والتالت رح يطلع اباننا هلا اي ساك منهم دافور بالفريز هاي المنطقة هون فيها ثلاثة بورتالز بورتالز هاي بتوديك على ثلاث اماكن مختلفة حاليا منطقة واحدة بس اللي بتهمنا بورتال واحد يعني لان نبال البورتالز رح يودون على واحدة هتودينا على منطقة نوكرون هاي اندريجراوند اريا منطقة تحت الارض ما رح نمي يعني فش فيها مكان فيها كروسابل نايت نوكتولو وداتس اتت والمنطقة التانية رح تاخدنا على فاروم ازولة اللي هي برضو منطقة من مناطق نهاية القيم اخر اشي اشي نفتح البورتالز بنا اسبيشال كي اللي هو امبيود سورت كي اذا ما نشايفين هاتفي منه ثلاثة او اربعة باس وما نستخدمهم الا هون فلو نيجي هون هداك اخر واحد رح يخدنا على فاروم ازولة رح يكون في عنا تو موبس نقتلهم مناخد تليزمن فنروح له بعدين هون هيخدنا على اندريجراوند اريا نوكرون احنا بدنا نيجي هون بتقرأ هون انتسيباشن بستخدم الكي وهلا بدنا نروح ننتقم طبعا احنا ما رح ننتقم لانه اللي عمل زيه فعليا ما فات ومات بس هي فعليا هاي منطقة انتقام بدنا نروح على اول مكان فتنا فيه في القيم اللي هو تشابل اوف انتسيباشن اللي هي هاي المنطقة احنا هون اول ما بلشنا القيم طلعنا من هون اجينا قتلنا وبعدين عملونا تليبورت انت هون لو في حال انك قتلت البوس كنت قوي وقدرت تقتل البوس انت رح توصل لهون رح تروح تعمل لوت للفرشات هدول الارض هتنكسر وحتموت وحتبلش القيم زي ما بلشناها احنا واذا ما قتلته او اذا ما قتلته رح نرجع هلا رح نقتله بس اذا قتلته هترجع للمنطقة هاي حتكون فاضي بالنسبة لك الفايت ايزي ما بتقدر تعمل عنده سامون بالمناسبة بس على لفلنا مش المفروض يغلبنا اللون شوفين ما بغلب رح ناخذ السيف والشيذ اللي معه السيف والدرع السيف اللي معه على فكرة واحد يعني السيف كتير جميل ممكن الناس تكون انترستد هو سيف صغير اعتقد انه يعتمد على ديكستيريتي و سترينجت يعني البلده انا ممكن يضبط عليه لو بتحمله 2 هاند رح تصفين تحامل شايفين الموف ستعته يونيك ما شفت فيه وفن تاني عنده نفس الحركات هاي الاسبيشال تعته يصير فيه عليه هولي وبالتالي هل شايفي جميل فلو انت مهتم هاي سيف جميل دميجو نوت باد والسكيل تاعه مع السرينجة والديكستيريتي تاعك رح يكون كويس اناوي منكمل طرينا بالعكس هاي المكان اللي احنا بلشنا فيه زي ما حكيت ما فيه اناميز ما فيه شي فلو ما معك فلاسك لا ما تقلق كونه ما فيه غريس في هالمكان نطلع الدرج زي ما تذكرين اول ما يجينا هون هذا الباب اللي طلعنا منه كان فيه هناك باب مسكر ووت في عندنا تلاتي لووت بذا ناخدهم اول واحد او تو لووت لستورم هووك كينغ هاي كويست ايتم دي نعطيها لاني فيلي والثاني ستورم هووك آشز هاي سبيرت تقدر شفت العصفير اللي كانوا مغلبيننا حتستدع واحد زي هاي هلا كويست الام بي سي اللي كان موجود هون اذا متذكرين اعطانا قطعة جماش حكا لازم نبلها بدم واحد من الميدنز فهي عندنا واحدة هون امكانا نستخدمها كفي جيست جر استخدمها زي ما شايفين صار عنا لورد بلاد فيضر اوكي من هون خلصنا المنطية خلينا نروح نخلص الكوست لاين تاعه المنطية هون احنا خلصنا هذا الام بي سي خلصنا 90% من الكوست لاين تاعه هلا اخر اشي بدنا نعمله في اخر الجيم اخر اشي راح نعمل له انفاد نقطلو ناخد الست تاعته ناخد الوبون اللي معه ذات ست فهذا الام بي سي تقريبا خلصنا طبعا الكوست هادا كله مش موش بالقص ل Josh لانك كما أنك يعانه مش الول وراء اي عندنج فلو معملته ام سي توقفة يعني انا عملته في اخر الجيم لانا بصراحة ما بعرف انه ما بعرف الكوستكها فلو معملته ما راح عليك اشي الان في سيم نحكي معه وضع هذا أنت في لابداً ويأتي أمودت ـ نحكي معه مرة ثانية تقوم بعمل ايضاً لكي نحن نعمل لالناس بما يوجد مستخدم هي بس تستخدمها تظلها تروح منك تظل تعملها فارم او تشتريها اللي يصير هون انه رح يعطيني هاي الائتم وحضرنا استخدمها قد مستخدم وهي بلودفينجر نرجع بنحكي مرة مرة تانية سيعطينا بلودنايتس ميدل هاي لما نستخدمها رح تعمل لنا تليفورت لاندوف جيم اريا المنطقة اللي يفيلها كتير عالي حالياً علينا المنطقة اندريجروند فهاي لما هاي رح تخدنا على منطقة هون تقريباً الموك بلس رح نستخدمها ورح نروح على هاي المنطقة وزي ما حبتلكم في الحلقة الماضية على الحلقة اللي جاة ان شاء الله رح نجبي لكم الاسلاح اللي يكون ماكس ليبل اعلى ليبل من الاسلحة اللي هي بلس عشرة ان شاء الله رح نقدر نجيبها خلال الحلقة اللي جاي عشان تكون نبلش في الجيم يعني احنا تقريباً نخلصين عشرة خمستاش بالمية من الجيم لحد الان فاذا من هلا احنا قدرنا نجيب ماكس ويبن هذا اللي شو بكون كتير ممتاز فهي الايتم رح نستخدمها عشان روح ناخد حبة من سومبر بلس عشرة اللي هي رح تطور الويبون تاكل بلس عشرة تموه نرجع نبدأ نحكم عني فيلي السورم هووكيند بقوست ايتم دعنا عطيه اياها كيف دا ستورمهول كينغ هيك منكون خلصنا الكوستاها مربوط مع الزلمة اللي موجود هون إذا متذكرينه كان هون وهذا الزلمة كان وايف هون حكينا معه حكي أروح فضول القلعة هون فضيناها رجع ووقف هون صاريحكي بدور على حدا يكون يساعدني في حكم المنطقة فالكوستاها ريت معها كونو احنا مخلصين هون مخلصين نفلي لو قدام شوي رح نرجع نلاقيهم هون رح نرجع ليهم هون في القلعة ممكن نحكي معه قديم قديم ممكن يكون عنده جديد فتح لنفلي او لا بس خلينا اتأكد ده ما Koren ده ما فيش أيوي من هو نرجع نكمل طريقنا ساوف نرجع على فتو فو بالفري نحطها مورنين اشترك النظام حسنا تفترض نترو تفترض نفترض نفترض من هون نمشي هون يوجد بوسفايت ثم نمشي على الطريق هون يوجد دنجن تقريبا هون بعدين بدأ نكمل طرينا في عنا بازل تور والإيرد تري نكمل طرينا ساوت كأن كل بلشنا الماب من فوق هذول اللي سامعينهم بغنوا هذول عبارة عن خفافيش زي هذول فصيبوهم بحالهم للآن لأنه يعني هذول عالي شوي هم في عنا جيانت وش المفروضي غالبت يعني عارفين كيف احنا بنقتل الجيانت انتين هيفي تشارج اتاك ستاقر وبوموت بالضبط لا ما جبناه ما لحاله اوك بس يكون في جنبك انمي اللي سوف هاي رح تنقطع الانمي وتضغبه ليس جيدا طيب بدك تستخدمها تمام من هنا نروح من هنا لما نلاقي جيلي فش نعرف انه ماشين صح جيلي فش المفروض يكونوا هون جيلي فش هون قبل الجيلي فش في عنا هون غريس هذا اسمه ريفينجر شاك هون المفروض ينعمل لنا انفيد الانفيد هذا بعمل لنا ايدجار مين هو ايدجار؟ اللي هو الشخص تبع ايرينا اللي هو ابو ايرينا اللي كان موجود في القلعة هون اذا متذكرين احنا حكينا مع ايرينا اعطتنا رسالة لابوها بعدين احنا لقناه هون فعليا جنب ايرينا لما كانت ميتة بس احنا قتلنا لو ما قتلته رح يعمل لك انفيد هون ما في منه لوت عظيم يعني في منه رح تاخد منه سيف او هتاخد منه هالبرد فعليا اللي احنا اخدناه اردي على اخدنا منه هالبرد اللي فلوس 8 كان فلو قتلته هناك او قتلته هون رح تاخد نفس اللوت فيعني امرنا في السيف سايد واصلا هالريدي هو الكوست لا ينتاعه خلص تقريبا نقتل هاي ناخد سور دانس خفيفيه الشادول بيمكانك تقتلهم لو بدك نكمل بالاخير في عنا دنجن خفيف لطيف امس في بوث اعتقد لو انت ماشي معاي هلأ اول مرة رح يطلع معاك هذا النوع من البوثيز رح اشرح لكم اياه بس نوصله قيس الفل بقدر الفل مش غلط نرفع لبل موسيقى بدنا تمنمية تقريبا بدك رح تغطيني 800 هناك رح تبصد تمام كما قلت بريد ارفع المقلد ل40 بعدين سأبدأ أرفع الشغلات الثانية كامل طرينا هون رح يكون فيه أمب زينا شايفين الأمب هذا جاهز يضربني نأخذ اللوت الليفر الليفر هي موجود هون الليفر الليفر الطريق للبوس بدك تمشي بمجموعة من الهيدين وولد ما عرفش مبين عندكم بس صوت البعض ما يفتح الهيدين وولد من هون هذا هو طريق البوس زابل ما نروح هناك بدنكمل الدنجين لف لفة خلي اللوت بنرجع له طبعا أعتقد هاي كمان هيدين وولد نفس المكان بالظبط طبعا دائما نأخذ الليفر طبعا دائما نأخذ الليفر طبعا دائما بواحد تحت في هون كمان هيدين وولد طبعا أمور طبعو من البلاد لورش تبهوا من البلود لوت اللي بيعملو هدول تمام ناخد لوت ناخد كمان ويبون للناس اللي تلعب سترينغ مش افضل ويبون سترينغ بطيء شوي دمجو نوت باد دمجو هنا في ترابل تبهوا وانا في كمان ام كلابورت نوصل هون كمان هيدين والد اضربها تفتح في واحد هناك شايفينه انا شلت الاوكي مايوجا في واحد هون على اليمين الشمال في واحد ورانا الهدف تروح تقتل هداف وهدول التنين يجو غادر فانتبهوا افتحون ناخد رايا لوكاريا سولجر رياشيز اذا بدك كمان هدولة ثلاثة من السولجرز اللي رح يطلعونا في المنطقة في رايا لوكاريا رح نروح لها كمان شوي انتبهوا من التراب نرجع الهدن والد كانت هون ناخد رون ارك كمان لوت كمان هدن والد ناخد قلب وورت كمان هدن والد ونكون صنع على قرفة البوس كيف انا بقدر اعمل ثمون؟ هو نفس الشيء بيعمل ثمون بس السمون اللي بيعمله بيعمل لكروسابل نايف فالطريقة اللي بدنا نقتل فيه البوس بدنا نقتل الزلمة اللي بيعمله ثمون زي ما ارمي ثمون لكروسابل نايف البوس مختفي كيف نريع رب بينه اذا شايفين هون الارض عم تلمع شايفين فلتضرب نلاقي الحلزون اللي بتعمل سمون هتعمل كمان تليبورت اي الارض بتلمع هون شايفينها عملت كمان مرة تليبورت هي طلعة هون طبعا اذا صاروا قتلت الكروسابل نايت هاد هو رح يرجع يعمل سمون مرة تانية فالأفضل تروح عليه تضربه وتقتله وتخلص تمام من هون خلصنا هاي ممكن نرجع على رفنجر تشاك انتشوف كمانا وقت اوه 29 اوكي ممكن نعملهم على السريع عشان خلص نعمل وراب للمنطقة هي كلها نخلصها وما نرجع لهليتي لاتر ممكن تكون الحلقة تقريبا 35 دعية نكمل طريقنا على المنطقة هون هيك العشمال هاي كنا رح نمشيها الحلاء اللي جاي قدامنا هناك في فازل تور هذا الفازل تور رح تحتاج شغلتين عشان تقدر تحله الشغل الأولى هو ماسك رح نعمل له لوت من رايا الكاري من منطقة الأكاديمي اللي هي المين اريا تاعت المكان أو دونجن بسموها والشغل الثانية بدنا جسجر الجسجر هذا اسمه اريديشن الجسجر هذا بناخده من توبس توبس اللي هو الزلمة اللي موجود هون موجود هون بناخده منه بس نجيب له نخلص الكوس تاعه فعلياً اللي هو كان بديه قطعة مدالية عشان يقدر يفوت على رايا الكاري فهي الطريقة الأولى لانك تحله بس تفوت جوه هنا فيه بس لوت خلنا ناخده بس سريع فالفكرة بس تفوت جوه بدك تلبس الماسك أو الهيد أو الخوذة أو الهلمت سميها الذكية وبتعمل الجسجر بس تعمل الجسجر هون ورا راح يطلع سلم تطلع فوق تاخد اللوت فعيد طريقة الأولى للحل الطريقة الثانية تركب على الحصان تنبط هون مش هون تنبط هون يعني انت بدك تكون أشطر مني بالنبط تمام برضو مازلتوا حسنا حسنا تكمل موت وعن كانك تيجيها من هون بس مش هارف ليش غلبت حالي ندر عن الحصان طبعا البازل توركة العادي فيها ميمرو سلوت فجماعة الميج هاي جمنا لكم كمان سلوت زيادة للسبلز ميمرو ستون بس تمام من هون نضايل لنا شغلة واحدة بس نعملها قبل ما نخلص الحلقة اللي هي الارد تري هناك ماينار ارد تري ما عارفين نلبس هو هو طعم نقدر نعمل عنده سامون كونه شجرة فالشجر فالشجر بوكل دمج اعلى من الفير فمش غلق تعمل فير هاي يبدأ نبعد عنها هادي نرول رول الارد تاعي اوان راحوا رول لو كنت مجرد الارد تحرك ونعمل نعمل مجرد مجرد سوف تشربها ونزيد لك الـ FB من هنا نكون خلصنا المنطقة كلها سوف نرجع على رفينجر شاك من هناك عشان نكمل على البحيرة ان شاء الله في الحلقة الجاية سوف نقتل دراجون ونخلص المنطقة هاي هي كلاياتها ونشوف الحلقة الجاية اللي بعدها راح نروح نجيب لكم الويبون لفلس عشر فمن هون بحكي لكم يعطيكم العافية كان معاكم جميع ونشوفكم في الحلقة الجاية